ماذا يقول الإنسان في سجوده طبعا السجود إخواني وأخواتي أعظم هيئة للإنسان يتقرب فيها إلى الله عز وجل ولذلك الله تعالى قال واسجد واقترب النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه ووساجد سبحان الله العظيم قال أما الركوع فعظم فيه الرب يعني تقول سبحان ربي العظيم وأما السجود فادعوا فقمنوا أن يستجابلك في الحديث الآخر قال سبحان ربي الأعلى يجعلوها في السجود سبحان ربي العظيم يجعلوها في الركوع يجعلوها في الركوع طيب ما حكم قول سبحان ربي العظيم طبعا هذا في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود خلونا في السجود لأن الركوع مثل السجود من حيث الألفاظ الصحيح من قول أهل العلم أن قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة واجب واجب من الواجبات لأن هذا ذكر في ركن من أركان الصلاة ذكر في ركن من أركان الصلاة ولذلك ما زاد على سبحان رب الأعلى هذا من قبيل السنية والاستحباب طيب في لفظة وبحمده وهذه يعني يسأل عنها كثير من الناس هل نقول سبحان رب الأعلى وبحمده الجواب مسألة حقيقة خلافية ما هو سبب الخلاف لأن هذه اللفظة جاءت بحديث آخر في السنن فمن أهل العلم انحكم عليها بالضعف والشدود ومن أهل العلم انحسنها حسن اللفظة ولذلك من أهل العلم لا يرى أن يقول الساجد سبحان رب الأعلى وبحمده قالوا لأن هذه اللفظة شاذة ومن أهل العلم انذهب إلى أن هذه اللفظة صحيحة مقبولة مقبولة ولذلك اللي يظهر لي بأنه أيضا من جملة الأشياء التي لا ينكر فيها فالاحتياط اللي يأتي بها لكن إن أتى بها لا شيء علي في ذلك ولله الحمد والمنة طبعا السجود أدنى الكمال ثلاث تسبيحات وأعلى الكمال عشر تسبيحات ما حكم قراءة القرآن في السجود محرمة لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في السجود لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك نهى عن ذلك إني نهيت أن أقرأ القرآن سهاجدا ولذلك القرآن كلام الله عز وجل صفة من صفاته مكانه القيام وليس مكانه السجود لأن السجود حال تذلل وحال انكسار وحال ضعف وانطراح وتملق لله عز وجل بأن يغفر الذنوب ولذلك ما يناسب أن يأتي الإنسان بقراءة القرآن في السجود وإنما يأتي بها في القيام فلا يجوز الإنسان أن يقرأ في السجود لكن إن كان يدعو بآيات قرآنية لا بأس لماذا؟ لأن تخرج على أنها دعاء مثل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين هذا دعاء مثلا هي آية قرآني لكنها دعاء طيب بالنسبة لسجود الصلاة ما حكمه ركن من أركان الصلاة سجدتي الصلاة ركن من أركان الصلاة بالمناسبة احفظوا هذا واجعله قاعد كل صلاة ذات ركوع وسجود ففيها سجدتان وركوع واحد كل صلاة ذات ركوع وسجود ففيها سجدتان وركوع واحد إلا صلاة الكسوف ركوعان يركع في الأولى ويقرأ ويقوم طبعا ثم يقرأ ثم يركع ولذلك أي صلاة صلوات الخمس صلاة الجمعة السنن كل السنن صلاة العيدين صلاة الكسوف والخسوف لا قلنا بأن فيها ركعين هذه مستثنة هذه مستثنة ولذلك أخواني وأخواتي كل الصلوات اللي فيها ركع وسجود ففيها سجدتان أخواني وأخواتي بأن السجدتين في الصلاة بينهما ركن وهذا الركن اللي لم يأتي به المصلي فلا صلاة له تدرون ما هو الجلسة بين السجدتين الجلسة بين السجدتين هذه ركع من أركان الصلاة ولذلك الآن بعض الناس لما يرفع من السجود ما يطمئ إن جالس يقول الله أكبر الله أكبر هذا ما لا صلاة الله يخلف على صلاة راحت عليها الصلاة واضح تشوفون بعض الناس الآن لما يرفع من السجود الله أكبر الله أكبر ما يجلس هذا ما لا صلاة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء لما قال له اسجد ثم اجلس حتى تطمئن جالسا يعني يرجع كل فقار عظم عضو إلى وضعه الطبيعي حال الجلوس وفي ذكر أوجبه كثير من أهل العلم في هذه الجلسة رب اغفر لي رب اغفر لي وفي زيادة رب اغفر لي وارحمني وعافني وارفعني واجبرني وارزقني وهدني هذا كل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فترجع إلى وضعك الطبيعي ثم تسجد السجدة الثانية تسجد السجدة الثانية بارك الله في الجميع ترجمة نانسي قنقر 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 فإذا كانت داخل الصلاة فتكبر في أولها وفي آخرها لما تسجد الآن طبعا سجد التلاوة خمسة عشر سجدة في القرآن أولها في سورة الأعراف وآخرها في سورة إقراء فلما تمر بآية سجدة وأنت في الصلاة تسجد تقول الله أكبر وتسجد ولما ترفع تقول الله أكبر لأن النسلم كان يكبر في كل خفض ورفع يعني يكبر في حال السجود وفي حال القيام وتقول فيهما سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى ولو زدت سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن صوره فتبارك الله أحسن الخالقي طيب حسن ما في بأس أما السجدة خارج الصلاة إذا كنت تقرأ لوحدك ومررت بآية السجدة تكبر في أول السجود تقول الله أكبر وتسجد فإذا رفعت ما في حاجة تقول الله أكبر وليس عندك لا تحيات ولا سلام يعني إذا كنت تقرأ لوحدك تقول الله أكبر هذا خارج الصلاة وتسجد تقول الله تسجد ثم ترفع من دون تكبير لماذا لأنك لست في صلاة وليس فيها تحيات وليس فيها سلام يبقى عندنا إخواني وأخواتي سجود الشكر سجود الشكر لا يجوز داخل الصلاة ومن سجد سجدت الشكر وهو يصلي بطرة صلاة طيب ما سبب سجود الشكر إما تجدد نعمة أو اندفاع نقمة تتجدد لحد لفظة تتجدد لأن بعض الناس الآن تشوفه يستد دائما تقول ليش يقول الله أنا الحمد لله هدان الله للإسلام هدان الله للصلاة الله عز وقره وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا على كذا الواحد يظل ساجد إلى يوم القيامة لا هذا غلط لابد من تجدد نعمة جاءك مولود جاءك هبا جاءك مثلا نجحت في دراسة ربحت في تجارة دفع الله عنك نقمة شوفي مريضك نجحت العملية نجوت من حادث مثلا وبعض العلماء يقول حتى لو كانت اندفاع نقمة عامة كزلزال مثلا حصل أو رجفة أرضية أو هزة أرضية والحمد لله سلامات يسجد جاء مثلا سيل عظيم بحيث أنه يعني آذى الناس وجرف البيوت والسيارات وسلمت أنت تسجد لله شكر جاءت مثلا ريوح شديدة عاصفة قاصفة بحيث أنها يعني آذت الناس قالوا ممكن أن تسجد لله شكرا إخواني وأخواتي أنا حقيقة حرصت أني ألملم أحكام سجود عموما والسجود خصوصا بمثل هذه المسائل أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأسأل الله تعالى أن يزيدني وإياكم من العلم وأن يوفقنا وإياكم لكل هدى إنه خير مسؤول